سكينة النفس هي الينبوع الأول للسعادة ولكن كيف السبيل إليها؟ إذا كانت شيئاً لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال ولا الغنى ولا الشهرة ولا الجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية إن للسكينة مصدراً واحداً لا ثاني له إنه الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق والعمل بمقتضى هذا الإيمان هذا ما يشهد به الواقع الماثل وما يؤيده التاريخ الحافل وما يلمسه كل إنسان بصير منصف في نفسه وفي من حوله لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً وشعوراً بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت باللذائذ والمرفهات إنهم لا يدركون لها معنى ولا يعرفون لها هدفاً سمعت قصة عن أحد أكبر خمسة مهندسين في العالم صمم جسر إسطنبول الأول الذي تعبره ثلاثمائة ألف سيارة في اليوم في أثناء افتتاح الجسر ألقى المهندس المصمم بنفسه في البوسفور ونزل ميتاً ذهبوا إلى غرفته في الفندق كتب ورقة لقد ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً أردت أن أذوق طعم الموت أيها الإخوة هذه قصة معبرة إنسان بلا هدف حياته تافهة ولو كان غنياً ولو كان قوياً ولو كان صحيحاً ولو كان وسيماً ولو كان ذكياً إنسان بلا إيمان حياته تافهة حياته متناقصة أبى الله جل جلاله أن يسمح للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة أيها الإخوة إن هذه السكينة سمرة من سمار دوحة الإيمان ومن سمار التوحيد التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي هي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض ليثبتوا إذا اضطرب الناس وليرضوا إذا سخط الناس وليوقنوا إذا شك الناس وليصبروا إذا جزع الناس وليحلموا إذا طاش الناس لأنك مؤمن متصل بالله تتمتع بميزات لا يعلمها إلا الله ميزات نفسية واثق من رضاء الله واثق من محبة الله لك واثق من أن هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء واثق أن الله وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أيها الإخوة هذه السكينة نور من الله وروح منه يسكن إليها الخائف يطمئن عندها القلق يتسلى بها الحزين يستروح بها المتعب يقوى بها الضعيف يهتذي بها الحيران هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده تهب عليهم نسماتها وتشرق عليهم أنوارها ويفوح شذاها وعطرها ليذيقهم بعض ما قدموا من خير وليريهم نموذجا لما ينتظرهم من نعيم في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة الدنيا هي القرب من الله ومع القرب السكينة ماذا يفعل أعدائي بي قال أحد العلماء بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن حبسوني فحبسي خلوة فماذا يفعل أعدائي بي قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم ذاقوا طعمها في الدنيا ويدخلهم الجنة عرفها لهم يوم كانوا في الدنيا ينعموا من هذه النسمات بالروح والريحان والأمن والإيمان أيها الإخوة الكرام أسباب السكينة لدى المؤمن أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه هدي إلى فطرته التي فطره الله عليها هي فطرة متسقة ومنسجمة ومتجاوبة مع فطرة الوجود الكبير كله فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام لا في حرب وخصام ومع من حوله في شفافية ومشاركة لا في وحجة وعداوة تفاصيل 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 المنهج الإلهي ينطبخ على تفاصيل 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 الفطرة أنت حينما تستلح مع الله تستلح مع فطرتك إن في القلب شعفاً لا يلمه إلا الإقبال على الله غني عنده فراغ قوي عنده فراغ ذكي عنده فراغ وسيم عنده فراغ في القلب فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله والاتصال به إن في القلب شعفاً لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره والصبر على ذلك إلى يوم لقائه وفي القلب فاقة لا تسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له وتظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتل والجوع والضمأ حتى تجد الله وتؤمن به وتتوجه إليه عندها تستريح من تعب وترتوي من ضمأ وتأمن من خوف وتحس بالهداية بعد الحيرة وتشعر بالاستقرار بعد التخبط وتطمئن بعد القلق أيها الإخوة الكرام إن الإنسان خلق عجيب جمع بين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله فمن عرف جانب الطين ونسي نفخة الروح ونسي نفخة الروح لم يعرف حقيقة الإنسان ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وليه ولم يعطى الجانب الروحي من الإيمان بالله والإقبال عليه فقد بخس الفطرة الإنسانية حقاً وجهل قدرها وحرمها ما به حياتها وقيامها قد تتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات وقد تنحرف وقد تددنس باتباع الظن أو اتباع الهوى أو التقليد الجاهل للأجداد والآباء أو الطاعة العمياء للسادة الكبراء وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئاً يقوم وحده ويستغني به عن الله بيد أن الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت لا تيأس وتكمن ولا تزول فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة ومصائبها ما لا قبل له به ولا يد له ولا للناس في دفعه ولا رفعه فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة يعني الآن بعد انكشاف الغرب وبعد لؤم الغرب وبعد عدوانات الغرب وبعد استباحة الحقوق الإنسانية في الغرب بدأ الناس يعودون إلى فطرتهم بدأ الدين يقوى بدأ الشعور أن الحل في الإسلام أيها الإخوة الكرام إن غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة وتتنازعه غايات شتى هذه تميل به إلى اليمين وتلك إلى الشمال فهو في صراع دائم داخل نفسه وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة أيها يرضي يرضي غريزة البقاء أم غريزة النوع وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يحيا فيه هو حائر مرة ثالثة أي فئات المجتمع يرضي وهنا يذكرون الحكاية المشهورة حكاية الشيخ وولده وحماره من دون سكينة من دون صلة بالله من دون معرفة بالله من دون إيمان باليوم الآخر الإنسان في حيرة ركب الشيخ ومشى ولده وراءه فتعرض الشيخ للوم النساء ركب الولد ومشى الشيخ فتعرض الولد للوم الرجال ركبا معاً فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان مشيا معاً والحمار أمامهما فتعرضا لسخرية الأولاد ماذا بقي أن يحمل الحمار من دون إيمان من دون سكينة من دون منهج من دون هدف من دون وحي إلهي من دون بيان نبوي من دون يقينيات من دون سوابت من دون مبادئ من دون تصورات صحيحة الإنسان في حيرة والآن البشر جميعاً في حيرة كل يدعي وصلاً بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك أيها الإخوة استراح المؤمن من هذا كله وحصل الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى وهي رضوان الله تعالى وحده لا يبالي معها برضى الناس ولا بسخطهم شعاره ما قاله الشاعر إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب أيها الإخوة من بطولة الإيمان أن المؤمن جعل همومه كلها هماً واحداً هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاة الله تعالى والذي يسأل الله تعالى أن يهديه إليه في كل صلاة عدة مرات إهدنا الصراط المستقيم هو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه الحق واحد لا يتعدد أما الباطل لا ينتهي تعدده عمرك القصير عمرك القصير يمكن أن يستوعب الحق لكن مستحيل وألف ألف مستحيل أن يستوعب الباطل فالنصيحة أن تستوعب الحق وليكن الحق مقياساً لكل شيء أيها الإخوة ما أعظم الفرق بين رجلين أحدهما عرف الغاية وعرف الطريق إليها وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية لا يدري إلى ما المسير ولا إلى أين المصير